مضربنا الاسئلة هل الاكاديمية البحرية كرصاتها ومرتباتهم حلوة ولا لا يا استاذ مصطفى الحقيقة انا مش عارف ايه المقصود بكرصاتها ومرتبتها يعني هل تقصد انك تشتغل معيد هناك كاي جامعة خاصة المرتبات ما تبقاش كبيرة اولا لكن الاكاديمية على حد اعتباري واللي انا كنت فاكره انها كانت تقبض بالدولار ولكن اعتقدت لغت او لسه موجودة مش عارف ولكن اي مكان مش هتلاقي المعيد مسلا ممكن يعرف اسكت ستة سبعة وبيرعب في الرنج ده هل المرتبات بحلوة خالينا اخد من الجزء التاني هل لو انا خدت من الاكاديمية البحرية هل اروح في اي مكان اخد مرتب حلو الفكرا مش الكورس او الشهادة انت بتاخدها الفكرا انت بتستفد ايه او بتطور ايه فهل انت على سبيل المثال خدت مسلا شهادة هناك ابش ار دبلوما وبعدين رحت مكان طالب ابش ار دبلوما فالمرتب زب بتاعك فده بيرجع للا اتشعر دبلوما لا بيرجع للا اتشعر دبلوما اللي انت اخدتها وبيرجع لخبرتك وبيرجع ليه انك عادة الانترفيو بيتلع مهاراتك ولكن اي حاجة انت بتطور فيها نفسك بتعمل فارق كبير في هذا الموضوع ويه ربنا وفقك واكتب لك كل خير باذن الله